موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في برنامج رأس السطر اليوم المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغس كشفت عن اتصال هاتف يصار بين وزير الخارجية مايك بومبيو والسيد عادل عبد المهدي مباشرة بعد الضربة التي صارت على السفارة الأمريكية الأخيرة وأكدت بأنه مايك بومبيو عبر عن غضبة من الهجمات التي تصير على المنشآت الأمريكية والمتكررة وغضبة طبعا من الميليشيات الإيرانية التي تتسبب هذه الضربات بشكل عام فإذلك مايك بومبيو أكد بأن على الحكومة العراقية أن تقوم بشيء من خلال هذا الاتصال الهاتفي كالتعاون مع السيد عادل عبد المهدي وغيرها لكن رسالة الغضب المرسلة من خلال هذا الاتصال الهاتفي يعني تعتبر فتقضية كبيرة جدا تجاه هذه الحكومة لأن هناك وعود وهذه الوعود ما تطبقت فحقيقة المتحدثة وثبتتها حقيقة كلام المتحدثة مورغان أورتيغس خليني هزمي المخرج على النيويورك تايمز هي التي ثبتت هذا الاتصال قالت هذه الهجمات تظهر تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية وفشلا في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة هذا ما قاله مايك بومبيو للسيد عادل عبد المهدي بالاتصال على الفكرة أيضا أضاف أمر مهم جدا أننا نعتبر هجوم الليلة الماضية على السفارة محاولة لصرف الانتباه العراقي والدولي عن القمع الوحشي للمتظاهرين العراقيين المسالمين من قبل إيران وعملائها هذا طبعا كله دي يصير في ظل أخبار الآن جدتي على الـ Breaking Defense بأن أصلا أمريكا مو في صدد أنه تنسحب نهائيا لا بالعكس بعد كل هذه التهديدات وبعد أخبار أنه بدأوا يجيبون مضادات للصواريخ إلى قاعدة عين الأسد والجنود اللي نزلوا في السفارة الأمريكية من يوم الهجوم على السفارة الأمريكية 750 جندي الآن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت ببناء قواعد أمريكية في العراق جديدة هذه مفاجأة وفي شمال العراق خليني يا هزمين مخرج أيضا خليني شوف شنو الـ Breaking Defense اللي كشفت عن هذه القواعد وين أماكنها أكد قال الولايات المتحدة ليست في صدد سحب قواتها من العراق لكنها تبني على الأقل ثلاث قواعد جديدة شبه دائما قريبة جدا من الحدود الإيرانية شمال العراق وأيضا أضافت تخطط الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية واحدة بالقرب من مدينة السليمانية وقاعدة عسكرية كبيرة أخرى بالقرب من مدينة حلبشة التي لا تبعد سوى 14 كم عن الحدود الإيرانية بينما تخطط القاعدة العسكرية الثالثة لإنشائها جنوبي أربيل الآن السؤال هنا هل الحكومة العراقية أعلم بهذا القواعد وهذا الكلام؟ إذا كان هذا الكلام مثلا كذب أو تسريب أو من الصعب جدا أن أجيب معلومات خاطئة أو إشاعات مثل الصحف العادية إذا هذا كذب قلونا كذب وإذا مو كذب إذن قلونا هل تمت الموافقة أو لا أو هل أنتم أصلا تدرون بالموضوع أو ما تدرون لأنه هذه القضية بمجرد وجود القوات الأمريكية بهذا الطريقة وإنشاءها لقواعد إضافية معناتها حتى وإن تم إخراج القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد وغيرها السيادة العراقية لم يتم تطبيقها ولم حقيقتها يتحقق أي شيء لأننا نحن نحكي عن الأرض العراقية هل أنت لماذا الأمريكان هم أصلا يوصلون أو وصلوا إلى مرحلة إنشاء القواعد الأمريكية أكو حقيقة وأكو رسالة من الضربة التي صارت على السفارة الأمريكية دعيني يا زمي المخرج دعيني شوفوا ما هي الرسالة التي حتشت عنها الإنسايدر الرسالة هنا رسالة الضربة على السفارة الأمريكية طبعا الرسالة هنا هي أن الإيرانيين يهدفون إلى إصابة ما يستهدفونه وفي منطقة مزدحمة مثل الشرق الأوسط يعتبر ذلك رادعا قويا لأي هجمة أمريكية على المصالح الإيرانية وأيضا أضافت من الصعب على أي أحد مننا التكهن حول ما ستقوم به الإدارة الأمريكية الحالية لكن إن فعلوا ذلك فقد أثبت الإيرانيون بالفعل أن ردودهم ستكون مستهدفة بعناية ودقيقة للغاية معناتها الضربات كانت جدا دقيقة من الـ 22 صاروخ التي انضربت على قاعدة عين الأسد إلى الخمس صواريخ الكاتيوشا التي وقعت على السفارة الأمريكية بشكل مباشر على ذكر الـ 22 صاروخ يعني خلينا نذكركم بأنه هذه معدة سلامات على الولايات المتحدة الأمريكية 35 جندي أمريكي خليني هزمين وخرج هذه آخر الأنباء عن الإصابات التي صارت من قاعدة عين الأسد 35 جندي أمريكي أعلن بنتاقون أنهم دعانون من إصابات بالدماخ وهذه بحد ذات تتلل على دقة الضربات الإيرانية لذلك أمريكا ما أخذ هذا التحدي بشكل مباشر وما أخذته بشكل جدي وهذا الغضب لمايك بومثيو هو ليس بالغضب العادي وإنما بين نوع من الانزعاج وغيرها القضية هنا إحنا عدنا أيضا تصريحات قامت تقول هذه مو الميليشيات الإيرانية اللي قامت بهذه الضربة لا نهائيا ولا فصائل مسلحة ولا غيرها اليوم سمعنا أطراف بالعراق موجودة تقول هذا الحد شي يقولون أنه السفارة الأمريكية هي اللي ضربت السفارة الأمريكية لأنه استهداف السفارة الأمريكية هو من مصلحة الأمريكان والبعض يقول لا بأنه هذا استهداف من المنظمات الإرهابية حتى تستغل الوضع حتى تستفيد حدث العاقل بما يعقل انتهى تنظيم داعش الإرهابي وانتهت القاعدة وما للسفارة الأمريكية تضرب نفسها غريبة جدا وعجيبة جدا وبصواريخ كاتيوشي بدائية بهذه الطريقة والمنصات موجودة فلذلك أكو ناس ما تصدق هذا الموضوع نهائيا وسنرى ما الذي سيحدث في المستقبل إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع من بغداد السيد محمد الجنابي القياد في تحالف القوى المدنية حياك الله أستاذ محمد حياك الله تحية لك أستاذ محمد يعني خلينا نكون واقعين اليوم أكو أطراف بالعراق تقول بأن المستفيد الوحيد من ضربة السفارة الأمريكية هم الأمريكان فبالتالي أكو أطراف بالعراق اليوم مدى تستبعد نهائيا بأنه أمريكا هي استهدفة نفسها يعني السفارة هي ضربة السفارة وقد تكون تنظيمات إرهابية أو غيرها حتى يستغلون الوضع أما الفصائل المسلحة ضربتها أو ميليشيات إيرانية ضربتها فهذا خلط للأوراق الأمريكان هم اللي ضربوا السفارة الأمريكية بحسب هذه الأطراف اللي موجودة بالعراق من ضمنها بدر كيف ترد على ذلك تحية لك والمشاهدين قناتكم موقع يعني في البداية احنا لا نريد أن نخلط الأوراق ولا نريد أن نخوض بالصراع السياسي والأمني والاقتصادي والنووي ما بينه والمشاكل ما بينه الولايات المتحدة وطهران موضوع السيادة العراقية فوق الكل والدم العراقي وبناء دولة المؤسسات وبناء علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة مع إيران مع السعودية مع كل دول الجوار ودول أخرى على أثر المنفعة للعراق والمواطن العراقي فوقه وهذا خط أحمر ما يتوهم بأن الولايات المتحدة تتخذ هكذا يعني خطوات غير معقولة هذا أمر بعيد عن الدقة بعيد عن المهنية السياسية والمهنية الأمنية اليوم هذا الصراع الأمني أو الصراع السياسي بين الولايات المتحدة وإيران حاضر من خلال نعم عندما ضربت إيران قاعدة عين الأسد وبعض المواقع الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق وكذلك ردت أيضا الولايات المتحدة اليوم السيادة العراقية متهكة بسبب السياسات الخاطئة التي تبنتها هذه كتل سياسية وهذا الدستور وهذا النظام البرلماني الذي جاء به الاحتلال الاحتلال من عندما جاءت الولايات المتحدة سواء كانت بطريقة شرعية وغير شرعية وجاءت بالدستور العراقي والكتل السياسية وهذه الوجوه التي ابتعدت كل البعد عن خدمة المواطن العراقي وعن بناء أمن وسيادة ودولة العراق ومؤسسات العراق لذلك نقول لا بد للولايات المتحدة الآن وأن تكون كما كانت في 2003 حاضرة على شأن العراقي الأمني والسياسي أن تكون حاضرة اليوم لإعادة ترتيب أو إعادة صياغة العملية السياسية البائسة التي جاءت فيها موضوع وموضوع 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 وتغيير نعم نحن في صدد إخراجهم في صدد إنهاء العلاق ويهم عندنا أطراف وغيرا طالبة بهذا الموضوع يعني بس نقع على سياسات بسيطة علاقات اقتصادية شون تتريد يأثرون على قضية مصيرية داخلية لها علاقة بالوجوه العراقية وغيرها هذه قررها الشعب العراقي بالانتخابات ليش الأمريكان سيد فاضل أنا لا أقصد يعني البرلمان القادم والوجوه القادمة أقصد السياسة التي فرضت على العراق منذ الاحتلال وحد الآن وجاءت بالكتة السياسية التي هي تمتلي إلى معظم الدول وخصوصا دول الجوار وإيران وغيرها لم تخدم العراق ولم تخدم مواطن العراقي والمساوأ والطريقة التي جاءت بها الولايات المتحدة هي خاطئة وهي معروفة القاسي والداني وكل المجتمعات الدولية والمنظمات الإنسانية ومنظمات السياسية هذا الموضوع اليوم لا يمكن للولايات المتحدة أن تترك العراق وتخرج وتترك هؤلاء الثلة وهؤلاء الكتل يعيثون بالأرض فسادا وتصبح سيادة العراق ووضع العراق كله في أزمة والشرق الأوسط في أزمة وتذب الملامة على الولايات المتحدة يعني إحنا اليوم نريد نتحدث كإعادة بناء الدولة العراقية على أثر المنفع بالعلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وإبعاد شبح الأزمة ما بين الولايات المتحدة وإيران وعدم ضرب أي مقرات أو سفارات سواء كانت الولايات المتحدة أو غير السفارات بس هاي شون تمنعها سيد محمد عفوا يعني أنت شون راح تمنع هذه إحنا مدنا نقدر نمنعها أولا الصواريخ إذا تستخدم متطورة كاتيوشي سهل نصبها والضرب على السفارة أو غيرها صواريخ إيرانية تطلع لا عندنا مضادات للصواريخ ولا غير شي الأمريكان قاموا يحمون نفسهم بالأرض العراقية يعجبك أو ما يعجبك إحنا بالكلمة زينين وده نحكوية هذه الدول لكن عجبك أو ما عجبك إذا رادت أمريكا تستهدف إيران أو العكس راح يسوها مثل ما يريدون بالوقت اللي يريدوه إحنا ما راح نقدر نحمي نفسنا أستاذ محمد لا عندنا قدرة عسكرية ولا عندنا حتى لغوياهم بهذا الموضوع كلامك منطقي جدا وقريب إلى الواقع الولايات المتحدة اليوم بدأت تحمي نفسها داخل أراضي العراقية وعلى أحساب الدم العراقي لكن أيضا إيران بدأت تحارب وتقاتل الولايات المتحدة بهذه الصواريخ وبهذه الطريقة البشعة داخل الحدود العراقية وداخل الأرض العراقية وإراقة الدم العراقي هذا أمر مرفوض وخطأ أحمر على الطرفين المشكلة بين بالعملية السياسية برمتها والقائمين على العملية السياسية والضعف الحكومي الضعف البرلماني والضعف السياسي لكتل سياسية والتهاءها بالمشاكل السياسية والمصالح والمغانم وترك هذه اتفاقيات سائبة اتفاقيات امنية او اقتصادية او خدمية او الى ما ذلك سائبة لا تتابع ولا تنفذ من اجل خدمة العراق وخدمة المواطن العراقي اليوم هذه البرلمانات المتعاقبة والحكومات المتعاقبة وتشريع الاتفاقيات ومن ضمنها الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة لا بد ان تراجع بطريقة صحيحة لا ان تكون املاءات من دولة ايران او غير الدولة على تأثيرها على المشهد العراقي والاتفاقية بحد ذاتها بقدر ما ان تكون هناك همة وطنية لاعادة صياغة الاتفاقية او تغييرها او تغيير بنودها او اتفاقية جديدة تخدم المرحلة او الوضع العراقي الحالي والازمة الامنية وازمة التظاهرات وازمة المطالب المشروع المواطن العراقي وازمة الخدمات وازمة القوات الامنية التي يجب ان تكون طيب طيب استاذ محمد بس احنا عدنا اليوم يعني قضية مهمة قضية السيادة العراقية اليوم وكل دا تحشي بالسيادة العراقية وشون هذا محتل امريكي وغيرها وقرار البرلمان لازم يتطبقوا من هذه الامور الان لبريكين ديفنس ومندري يعني هذا فض مصدر قال بانه الامريكان الان دير يدون يبنون قواعد كث قواعد دير يدون يبنوها شمال العراق السؤال هل قرار البرلمان العراقي النفل في اخراج القوات الاجنبية لازم هم يطلعون من اقليم كردستان يعني الامور تبدو مختلفة تماما باقليم كردستان سيد الفاضي موضوع الاقليم موضوع اقليم تابع الى الحكومة المركزية والى البرلمان المركزي ويعمل ضمن النطاق الدستوري الذي شرعه منذ 2003 ولا حد الآن هذا الموضوع سواء القواعد الامريكية كانت في قليم كردستان او في غرب العراق او جنوب العراق هذا موضوع وموضوع اتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة يجب ان تأخذ الاطار الدبلوماسي الاداري القانوني المالي الصحيح لا يمكن ادخال هذه اتفاقية وتواجد القوات والقواعد مع الصراع من جهة ومع الصراع الايراني من جهة اخرى موضوع شأن يتعلق ما بين الحكومة العراقية والبرلمان العراقي مع الحكومة الولايات المتحدة واتفاقية الامنية لكن عندما يكون الصراع الايراني الامريكي حاضر هذا ما نتحفظ عليه من ضرب السفارة بصواريخ يعني الاقليم ما منزم بهذا الكلام وتتشيد القواعد مثل ما يريدون اللي معروفين باقليم كردستان والكرد بشكل عام يعني علاقتهم طيبة مع الولايات المتحدة الامريكية ليس مثل علاقتنا متذبذبة بالعراق مع الولايات المتحدة الامريكية هنا وهناك ستقولهم طلعوا القواعد الامريكية يقول لك والله باقين شو تريد نسوي سوي شو نريد نسوي إذا صرنا بهذا السيناريو سيد الفاضل احنا مريد نخلط الامور يعني العلاقة بين الاقليم والولايات المتحدة اعتقد تخطو نفس الخطوة مع العلاقة بين الحكومة المركزية والبرلمان مع الولايات المتحدة كجهات رسمية سياسية وحكومية لكن المشاكل التي تتحفظ على هذه العلاقة هي من قبل بعض الاناصر وبعض الجهات التي تابعة لإيران أو بعض الكتل السياسية التي تمتلي لإيران ولا تريد لهذه الاتفاقية وهذه المصالح بين الولايات المتحدة والعراق أن تكون حاضرة وذو اتفاقية صحيحة تخدم الطرفين احنا يجب أن نفصل بين علاقة العراق مع الولايات المتحدة كدولتين وما بين الصراع الإيراني والأمريكي من جهة استاذ محمد انشاء الله بسيطة احنا رايد البرلمان أنه تطلع القوات الأمريكية معناتها لازم تطلع من كل شبر موجود بالعراق الشغلة بسيطة القضية هنا أنا يقول لك الأمريكان راح يبقون في إقليم كردستان أنا أريد أسألك سؤال يعني الواقع أنه حيبقون هناك وحيبقون أصلا بالعراق هذا ما يقال حقيقة السيادة العراقية وين هي إذا بقوا الأمريكان في إقليم كردستان ما تعتقد السيادة لازالت مسلوبة وإن خرجوا من القواعد اللي احنا نعشي بها دائماً سيد الفاضل يحكي بالسيادة العراقية متجاه القوات الأمريكية أين السيادة العراقية من النفوذ الإيراني والسيطرة الإيرانية على اقتصاد وعلى دخول المخدرات وعلى الأمن وسيطرة على مؤسسة الدولة أين السيادة عندما تدخل أكو جندي إيراني سيد فاضل سيد أحكي لك يعني الكتلة السياسية التي تمتلي لإيران هي من تدير معظمها تدير دفة حكم في العراق وتمتلي إيران هذا احتلال من نوع آخر وكذلك تدخلات الدول الأخرى لا استثناء السعودية ولا تركيا في شمال العراق ولا حتى سوريا ولا كل الدول الجوار هم لم يعملوا على بناء علاقات ولا توجد نوايا لبناء علاقات صحيحة مع العراق بسبب الخلافات السياسية وضعف الدور السياسي والبرلماني العراقي وضعف الدور الحكومي العراقي المشكلة بنا إحنا داما من نكون دولة قوية لبناء مؤسسات صحيحة تحفظ أمن سيادة العراق وخدمة المواطن العراقي ونذهب بخطوة أخرى يعني ثانية إلى بناء علاقات دبلوماسية مع الدول الجوار ومع الدول الأخرى وخصوصا نولات المتحدة إحنا لا بد أن تكون دولة عراقية بقى بيها مجال أنت تصير عليك علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصال بومبيو بالسيد عادل عبد المهدي الرجل غاضب هناك انزعاج أمريكي من اللي يصير لهم بالمنشآتهم بدأوا يتصرفون بكيفهم بدأوا ينوني بنون قواعد بدأوا يجيبون مضادات للصواريخ بس فهمني بقى بيها مجال أنت تحكيو يا أمريكا من أي باب تحكيو ياهم يعني الحكمة والحنكة من قبل الحكومة العراقية بالتعامل مع هكذا خرق أمني خرق للسيادة ضرب سفارة داخل الحدود العراقية خرق الاتفاقيات الدبلوماسية هذا إرهاب من نوع آخر يعني الولايات المتحدة اليوم تعمل عمل في يعني مسك هكذا عمليات لتنفذ ما تخطط لها من إنهاء لتواجد أو تواجد نفوذ إيراني أو إنهاء الصراع أو محاربة إيران في العراق نحن مريد تكون الساحة العراقية والحكومة العراقية طرف في هكذا صراعات اليوم وعلى أيضا الحكومة العراقية أن تكون قادرة على حماية الممثلات الدبلوماسية للولايات المتحدة وغيرها وحماية مؤسسات الدولة وحماية المواطن العراقي وحماية المتظاهرين العراقيين الذين يحملون المطالب المشروعة هذا الدولة الحكومية والضعيد بسبب يعني اليوم الحكومة مكبلة بالقيود السياسية ومكبلة بالمشاكل السياسية اليوم استقال السيد عادر عبد المهدي لكن تعاد مرة أخرى موضوع الخلافات السياسية على تشكيل حكومة والكتلة الأكبر والمحاصصة السياسية ومحاصصة الحزبية والطائفية مرة أخرى لعاد المواطن العراقي من خرج مطالب مشروع والمرجعية الشريفة عندما قالت لا بد من ترشيح رئيس وزراء غير جدلي لا بد أن تكون الوضع في العراق ما قبل التظاهرات ليس هو ما بعد التظاهرات لا بد من حماية المتظاهرين أين هذا الشوف الدولي الحكومي اليوم لا بد وإن كانت حكومة مستقيلة أو تصرف أعمال وهناك اختلاف على الوقت الدستوري لكن هم اليوم الموضوع الإنساني موضوع أمن وسيادة العراق العلاقات الدبلوماسية أمن السفارات تدخلات دول أخرى ضرب صواريخ هذا أمر مرفوض بس أستاذ محمد اليوم أنت عندك مشكلة بس اسمح لي يدفع ثمن المواطن العراقي مستقبلا تمام أنت عندك مشكلة أنه يزيد التواجد الأجنبي بدل ما ينقصها هم يريدون أن يطلعون الأمريكان وغيرها يزيدون أنا سؤالي الآن 750 جندي يجوي للسفارة الأمريكية المضادات للصواريخ للبنتاجون يتحرك عليها الكلام الآن من الـ Breaking Defense أنه أكو قواعد أمريكية ينشؤوها في شمال العراق تعتقد السيد عادل عبد المهدي وافق عليه نحن ندري أنه إذا طار الطيارة صغيرة مسيرة تحتاج موافقة القائد العام للقوات المسلحة تعتقد الرجل وافق بس ما أعلنها وليش ما أعلنها يعني سيد فاضل كل هذا الأمر تتحدث به إذا كان على أرض الواقع أو بنسبة 50% أو أكثر أو أقل أو صحيح أو غير صحيح يتبع الاتفاقية الأمنية التي شرعت في زمن الحكومات السابقة وبنود الاتفاقية الأمنية التي هي عبارة عن اتفاقيات أمنية واقتصادية وخدمية وتربوية وثقافية ومن ضمن هذه البنود التي وقعت في زمن السيد هوشازي باري وزير خارجية ووزير خارجية أولاد المتحدة أنه إذا تم إلغاء هذه الاتفاقية لا تكون سارية المفهول إلا بعد سنة فكيف يتم إلغاءها إلا بوجود برلمان عراقي اتفاق سياسي مع الولاة المتحدة بتغيير هذه الاتفاقية أو إلغاءها أو تغيير بنودها اليوم ما ممكن فقط من الطرف العراقي وإن كان البرلمان صوت على إخراج القوات لكن لم يصوت على تغيير أو إلغاء الاتفاقية الأمنية هذه التبعات الاتفاقية الأمنية تتبعها تبعات مالية تبعات أمنية تبعات خلافات سياسية عقوبات اقتصادية يتحملها المواطن العراقي اليوم ما ريد ينزج العراق والمواطن العراقي مؤسسات العراقية والزراعة والتربية والتعليم والصناعة في أزمة أخرى في أزمة خدمات أخرى المواطن العراقي أزمة صعود المواد وصعود الدولار أمام المواطن العراقي هذه سوء الإدارة الحكومية والسياسية راح يتحملها تبعا المواطن العراقي ما راح تشوفه اليوم بعد سنة بعد سنة ثلاثة مثل ما حصل في زمن التسعينات الحصار الاقتصادي الجاري ظلمه الذي فرض على المواطن العراقي لم تتأذى الحكومة السابقة تأذى المواطن العراقي اليوم أيضا مرد المواطن العراقي اليوم طلع صالة أربعة شهر بالبرد يطلع إلى حكومة وطنية إلى محاربة فساد بناء علاقات صحيحة خدمة المواطن تنفيذ المشاريع محاربة الفساد والمفسدين اليوم تجي تزيد طين بلع عليه أزمات اقتصادية وأزمة حصار اقتصادي وصعود الأسعار وأزمة الدولة الجوار هذه سياسة خاطئة جميل بس احنا حتى نركز على موضوعنا اليوم المتهم الأول والأخير هي الميليشيات المدعومة من إيران في عمليات استهداف المنشآت الأمريكية وغيرها وبومبيو أو غير بومبيو من الأمريكان بين محادثاتهم مع الحكومة العراقية واضحة شنو طلباتهم يا حكومة العراق اتخذي إجراءاتك ضد الميليشيات المدعومة من إيران هذه رح نشوفها خلي السيد عادل عبد المهدي حنشوفها مع الحكومة القادمة حنشوفها مع رئيس الوزراء الذي سيرشح أو سيتم اقتراحها من الجماهير الموجودة أو الكتل السياسية ما ندري حيقدرون يحاسبون الميليشيات هذه الميليشيات هذه قوية جدا سيد الكريم سيد الفاضل نحن لماذا ندعو إلى أن يأتي رئيس الوزراء عراقي بعيد عن المحاصصة والإملاءات السياسية وقيود الكتل السياسية لكي يكون حر في إدارة دفة الحكوم في المؤسسات الأمنية والمؤسسات الخدمية والتربية والتعلمية بدون إملاءات دول خارجية اليوم هذه الكتل السياسية التي تأتي بالرئيس الوزراء تملي عليه الأجندات سواء كانت أجندة لإيران أو للولايات المتحدة أو للسعودية والدولة والجوار التي لا تخلوا من تدخلاتها في تشكيل البرلمان وتشكيل الحكومات السابقة المواطن العراقي راد عزل راد هذه اليوم نشوف المواطن العراقي ومطالبها في كفة وفي وادي وفي صوب والكتل السياسية ومفاوضاتها في صوب آخر اليوم عندما أرادت مرجع استقالة رئيس الوزراء والمواطن العراقي أرادت استقالة رئيس الوزراء اليوم عادت الطائفية والمحاصصة مرة أخرى يعني نحن نقول نبقى على هذه الحكومة التي ولدت من عسر وتبقى أحسن ما نبقى نعيد الكرة في تشكيل حكومة وتفسير الكتلة الأكبر وما غيرها اليوم المواطن يطلع إلى تشكيل حكومة عراقية وطنية بعيدة عن الملاءات السياسية الكتلة السياسية تشغل شغالها بالبرلمان تشتغل في تشريع القوانين في اللجان النيابية التي هي تتابع عمل الوزارات والحكومة العراقية تتخذ من المؤسسات العراقية منهج وخطوات صحيحة لتنفيذ القوانين التي تشرع بالبرلمان لتخدم المواطن العراقي لتؤسس إلى مؤسسات أمنية مؤسسات دبلوماسية مع الدول الأخرى دول الجوار وتنفيذ المشاريع وخدمة المواطن العراقي وإخراج العراق وسيادته وأمنه وخدماته والمواطن العراق من هذه الأزمات التي قد تأتي أزمات أقصى من هذه على المواطن العراقي التي يدفع ثمنها فقط المواطنة جيد جيد إذن كان معنا من بغداد القيادي في تحالف القوى المدنية سيد محمد الجنابي شكرا جزيلا على حضورك اليوم شكرا لك مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونواصل النقاش شكرا لك شكرا لك مشاهدينا أهلا بكم من جديد اليوم 16 دولة أوروبية أيضا منها كندا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ورح نخليكم الصورة أيضا حتى تشوفوها 16 دولة أدانة العنف المفرط والمميت ضد المتظاهرين اليوم الذي يستخدم إذا كان من الحكومة العراقية أو الذي يستخدم من الطرف الثالث من فصائل هي حقيقة لحد الآن ما ندري منهم السيارات البيضاء سموها بالطريقة اللي تريدوها هذه الإدانة حقيقة ونص هذه الإدانة جتي يعني خلينا زميل مخرج يعني السفارات 16 سفارة علنت هذا البيان هذا على سبيل المثال السفارة البريطانية اللي موجودة في بغداد هذا بيانها مع الدول اللي موجودة بيها وحتى بييني لكم شوية تفاصيل حقيقة يعني إذا تخلينا زميل مخرج أيضا صحيفة The National ثبتت هذا البيان وأخذت نص معين الريد اليوم نبرز حقيقة في هذه الحلقة خليني يا زميل مخرج حتى نشوفه شوف شلو اللي قال هذا البيان على الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة غيرها إن قوات الأمن والفصائل المسلحة واصلوا استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين في حين يتعرض بعض المحتجون إلى الترويع والاختطاف الخطرة هنا بالشغلة شنو؟ احنا شننا في فترة التظاهرات بالبداية كانت الناس تحكي بالطرف الثالث طرف الرابع ميليشيات مدعومين من إيران هذه كانت اللي تجعلينها ما تجي الحكومة العراقية بالوجه أو تتهم بشكل مباشر بأنه هي تقمع المتظاهرين أو تتصرف بخشونهم عن المتظاهرين هنا الأمور اختلفت وهذه الإدانة موجهة للحكومة العراقية موجهة لقوات الأمن العراقية بالإضافة إلى الفصائل والميليشيات وغيرها يعني واضح التعبير اللي بالبيان اللي إجاه فلذلك هذا الأمر الآن صار خطر الحكومة العراقية الآن صارت بيها مخاطرة عندها مخاطرة الآن بعلاقاتها الدبلوماسية بهذه الدول وإحنا اليوم الرابع على التوالي عندنا اشتباكات بالكوت الناصرية بعدها مشاكل لحد الآن عندنا متظاهرين يوقعون شهداء للأسف الشديد وجرحة وهم لحد الآن التظاهرات فعليا لحد الآن سلمية على الرغم أنه قيادة عمليات بغداد أكدت بأنه أحد المتظاهرين استخدم رمانة وجرح بيها سبعة من القوات الأمن العراقي وهذا أمر مرفوض تماما لكن السؤال ليش ما قبضوا عليه ليش ما طلعوا بالتلفزيون ليش ما كشفوا عنه من هو هذا الشخص ليش بس هذا اللي انكشف عنه وحشوا به الأشخاص اللي انقبض عليهم واللي حشوا بههم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أين هم الآن الأوراق اكتملت وأخبار جيدة من المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة لكن أين هم رح ينعرضون على التلفزيون مثل الدواعش وارتكابهم للعمليات الإرهابية وغيرها خلونا نشوف الساعة السريع الدول اللي هي فعليا قامت بهذه الإدانة للحكومة العراقية هسا عندنا الولايات المتحدة الأمريكية وعدنا أيضا كندا وعدنا اسبانيا وفرنسا وهولندا وعدنا بريطانيا وألمانيا والشيك وبولندا والسويد والنرويج وأيسلندا وهنغاريا وكرواتيا وإيطاليا ورومانيا يعني حقيقة دول دول كثيرة دول أوروبية مهمة دول العراق تعب سيد عادل عبد المهدي يقول إحنا حققنا وحدة من آخر الكلمات اللي طلع بيها وحشي بيها والخطب حقيقة في رئاسة الوزراء قال إحنا حققنا إنجازات دبلوماسية وعلاقات دبلوماسية ما حققتها أي دولة أخرى وأصر على هذا الموضوع الآن هذه الإدانة معناتها هذه الدول بطلة توثق بك وهذه الدول خلص الآن دي تريد من عندك تصرف رح توقف كل تعاملات هوياك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يقول لك أكو شحنة جمدوها لها علاقة في ال F-16 ال F-16 الطائرات اللي يزودون بيها بتقرير طبعا بي عقد مهم جدا اليوم دي يقول لك بأنه توقفت هذه الشحنة إذن إحنا الآن أمام مشكلة حقيقية مشكلة إنه هذه الدول بعد ما توثق بينا وهذه الدول رح نفقد علاقاتنا وياها وهذا معناتها قد أنت تتوجه إلى عقوبات لا سامح الله قد لا ترحم العراق نهائيا أو تدخل من المجتمع الدولي هسا هذا البيان حتنلخص طلب ثلاث طلبات من الحكومة العراقية ثلاث طلبات مهمة جدا خليني يا هزمين مخرج حتى نشوف هذه الطلبات الآن على الشاشة خليني شوف شنو الطلبات اللي صارت بهذا البيان أولا دعوة الحكومة العراقية إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي هذه أول نقطة ثانيا دعت الدول المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية أيضا النقطة ثالثة دعوة الحكومة إلى ضمان إجراء تحقيقات ومسائلة موثقة فيما يتعلق بأكثر من خمسمائة حالة وفاة وألافة جرحة من المحتجين منذ الواحد تشرين أول الماضي طبعا هم قالوا خمسمائة حالة لكن هي فعليا أكثر من ستمائة حالة فلذلك الآن العراق أمام أمر خطير جدا أنه الدول الآن بدأت تفقد الثقة وبدأت تدين وأصبح الموضوع الآن بالوجه وعلى السلطات على العقلاء أن يأخذون إجراءاتهم المشكلة ماذا يصير تعلم من هذه الأمور لا زالت هذه الصدامات والاحتكاكات وأكو كلام الآن بأن المتظاهرين قد يتوجهون إلى الأمم المتحدة واليوم شفنا رفعة علم للأمم المتحدة في جبل أحد رفعه ماذا يعني ذلك هل نحن متوجهين إلى دعوة الأمم المتحدة لإنقاذ المتظاهرين لا نعلم حقيقة كيف ستتطور الأمور إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع من بغداد عضو الحركة الوطنية المدنية السيد صلاح الجراح حياك الله أستاذ صلاح أهلا أستاذ أحمد تحياتنا لحضرتك ومشاهدي قناة التغيير الأعزاء حياك الله أستاذ صلاح يعني بداية سيدي الكريم قضية اليوم الإدانة من الدول وغيرها بعض المعلقين على هذا الموضوع وهذه الإدانة قالوا هذه لا تحل ولا تربط وما رح تأثر وهي إدانة رسمية فقط لا أكثر ولا أقل حتى يعني هم يبينون إنسانيتهم وغيرها أما الأمر لن يتعدى هذا الأمر ولن يغير من حقيقة أنه اليوم دي يقعوننا شهداء وجرحة في صدامات في تدخلات للطرف الثالث في الدولة العميقة شو شنو أنت تسميها هذه ما رح تغير شيء استاذ صلاح كيف ترد؟ حقيقة هذه الدول وبيانها المتأخر لطرح البارحة من قبل 16 دولة أوروبية نحن نعتبرها متأخر لعدة أسباب يعني أنا أعتقد هم شعرين بالمفاجأة والصدمة من قضية تعامل الحكومة العراقية مع التظاهرات بشكل عام يعني عندما نقول أن الديمقراطية في العراق وبناء العملية السياسية هو تم بطريقة دولية بمساعدة دول هذه الدول يعني هي التجربة الديمقراطية العراقية ليست وليدة البلد دفسه وأنها بمساعدة الدول هذه اللي نقلت تجاربها الديمقراطية إلى العراق وبالتالي كانت هناك حالة من الصدمة أنه كيف نظام ديمقراطي أساس العملية السياسية يتحول إلى بلد ديكتاتوري يعني هذه الحالة مصارف التاريخ الحديث فقط في ألمانيا في وقت الحكم النازي عندما هتلر والحزب النازي استولى على الحكم عن طريق الانتخابات أيضا وحول البلد إلى بلد ديكتاتوري تجربة ثانية وعيدت بالعراق وهذا أشكل فتصدمة يعني تعرف المجهود اللي بذل والخبرات اللي نقلت في قضية صنع تجربة ديمقراطية حقيقية بالعراق بقت بالفشل وبالتالي هم كانوا مصدقين هذا الشيء كذلك أكو أسباب أخرى لهذه البيانات هو محاولتهم أن القضية الأقليمية والصراع الإيران الأمريكي يعني يريدون يعرفون المشهد كيف سيتم لذلك متى من الاستعجال بعملية الإعلان عن هذا البيان يندد بالقمع الحاصل سألت اليوم عندك حقيقة خلينا نوقف عند هذه الحقيقة مع حقية المتظاهرين والدعم للمتظاهرين وثورتهم الشريفة يا سيدي العزيز هل يحق للسفارات اللي هي موجودة بالعراق أن تدخل بشأن داخلي هذا شيء داخلي شون سفارات تجي تصدر أمور بهذه الأمور يعني مثل السفارة العراقية بالولايات المتحدة الأمريكية تصدر بيان على تظاهرات تصير على ترامب أو مناهضين لترامب ما يحق لنا يعني شون يحق لهم يسوون هيك شيء هذا ما تعتقد يعني قانونيا غلط أستاذ البلد لا زال تحت الإدارة الدولية يعني نحن لحد الآن دول الغربية أو غيرها لحد عندها تكون بواجبات تجاه العراق بالقضايا الإنسانية أو بحربة مع داعش أو مكافحة الألغام أو غيرها العراق مخرج من البند السابع للأمم المتحدة بشكل تام وإنما كانت هناك مراقبة تامة لقضية إدارة الدولة يعني ممكن يعني الحكومة البرلمان والبحث عن السيادة بإخراج القوات الأجنبية وتقولي الآن بعدنا يعني تحت الإدارة الدولية وغيرها يعني هذا منطق أستاذ صلاح هواية ممكن الآن يعرضوك بي على الأقل النواب بالبرلمان لا أنا دا أتكلم قانونيا أستاذ أحمدان ما دا أتكلم رأي شخصي قانونيا يعني هناك بند مثلا في الاتفاقية الأمنية الستراتيجية ما بين العراق والولايات المتحدة أكو بند أن القوات الأمريكية موجودة داخل العراق لمساعدة في حماية أراضيها أو الأجواء العراقية على أن تحترم القوات الأمريكية الشأن الداخل العراق مع أن هذا إضيفة يعني موجود داخل هذا البند على أن الطرفين يحترمون الدستور العراقي طيب الدستور العراقي قد تم خرقه من قبل النظام السياسي الموجود في العراق نفسه من خلال قمع الحريات من خلال تزوير الانتخابات من خلال مساء الأخرى هم ممكن يحاججون بهذا البند الذي نذكر باحترام الدستور وغيرها ويقول لك أنت ما احترمت الدستور ما احترمت بند حق التظاهر وغيرها ويدخل بأمري يعني شنو جماعتنا ما قرأوا هذه الاتفاقية ما قرأوا هذه البنوت أستاذ أحمد هم من اللي كتب هذه الاتفاقية استراتيجية مع الولايات المدينة بسأل أحزاب اللي الآن تحاول أن تقوض التظاهرات أو تحاول أن تنهيها بطريقة أخرى بجميع الوسائل وبجميع الطرق سواء سلمية أو عسكرية أو بالقمع أو غيرها لكن يبقى إدارة العراق أنظار العراق عليها هي نظرة دولية وليست بعيد عن المجتمع الدولي يعني لا زال العراق هو تحت المراقبة وكذلك الأمم المتحدة ما منفكة من العراق هناك بعثة اليونامي بعثة اللاجئين أو غيرها موجودة داخل العراق بسبب أحداث داعش أو حتى من قبل 2003 إلى الآن لذلك العراق سيادة التامة غير موجودة طيب الإدانة هذا شنو معناتها حتى نوضح اليوم المشاهد الكريم لازم يطلعب معلومة الإدانة هاي شنو ورقة حبر على ورق أم هذا يعني بأنه العراق رسميا خسر علاقات اللي بناها صال لسنة وتعب بيها من خلال بيان واحد النشر البارحة له ليس فقط خسر العلاقات هناك متعلقات يعني أحنا كديون على العراق الآن في طور الإلغاء هناك قروض قدمت من الدول المانحة إلى العراق هاي ممكن أن تلغى طيب أنت استراتيجية الاقتصادية العراقية مبنية على هذه القروض وكيفية تزديدها أو غيرها كيف لح تتعامل مع هذا الإشكال الاقتصادي إذا سحبت هذه الأموال كذلك ممكن عودة العقوبات بشكل أو آخر يعني قضية وهذا ممكن ربط العقوبات مع إيران إيران الآن عليها عقوبات كبيرة وجسيمة لكن سمحوا للعراق ببعض البنود اللي ممكن أن يمرر بعض المواد الإنسانية وغيرها حتى هذا إذا العراق ملتزم فممكن أن العقوبات على إيران تتحول إلى العراق وبتالي شعب العراقي سيكون الضحيين يعني أعيد وأكرر أنه العراق لم يخرج من بودقة المجتمع الدولي المسؤول عنه يعني نازلنا أحنا تحت بس إحنا همدنا نتبع القانون أستاذ صلاح أفهم يعني الحكومة العراقية اليوم يعني أكو من يقول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة وأطراف موجودة رسمية يقول لك إحنا اللي قاطعين الطريق اللي داني جعلية اللي مخالف الظوابط التظاهر اللي هو كافلين حقه بالدستور وغيرها داني جعلية القبض على كثير من الناس والشباب اللي هم قاطعين الطرق وغيرها يعني داني يجون على اللي مخالف واللي هو يعني رسمية بقانون العقوبات العراقي هو موجود من ضمن هذول الناس اللي يتعاقبون يعني ما صار شيء هو مخالف للقانون يعني ما تعتقد العراق ممكن يحاجج بهذا الموضوع مباشرة في مجلس الأمن الدولي يعني أولا هل هذا قطع الطرق الجزئي هل يحاسب عليه القوانين الدولية يعني ذكرة منظمة العفو الدولية والهيومن رايتس ووش ومنظمات منفوضية حقوق الإنسان في الولاي المتحدة أن القطع الجزئي للطرق هو ما يأثر هذا جزء من أنواع الاحتجاج مسألة الثانية هل إذا تريد تفتح هذا الطريق بطريقة أخرى تتعامل بهذه الطريقة المشكلة وين يعني هذا القمع اللي دي يصير ضد المتظاهرين بالإضافة إلى الدولة هناك طرف آخر دي يقوم بقمع المتظاهرين هذا الطرف الآخر هو واضح وجري اللي هي الميليشيات المسلحة مع إضافة أن الدولة منحازة لهذه الميليشيات وليس للجمهور يعني المتظاهر أمامه الآن بس خلي نكون شوية منصفين يعني اليوم قيادة عمليات بغداد كشفت عن أنه أحد المتظاهرين بحسب القول قيادة عمليات بغداد كان شاير رمانة وضرب بيها القوات الأمنية وجرح سبعة من عندهم لا ندري أحد يستشهد شيء لا سمح الله لا ندري حقيقة لكن هذا التفاصيل اللي وصلتنا يعني بالله عليك متظاهر جدي يسوي بإيدة رمانة يجى وضرب القوات الأمنية وغيرها أكيد يعني أكو أشياء أخرى لم يتم الإعلان عنها أو خطيرة هذا اللي انعلن هذا اللي اللقف من اللي عند بعض المتظاهرين أو بعض المندسين من حقهم يجوني فضونيش تظاهرات بيها رمانات أستاذ التظاهر بجميعا اللي يبتدى من يوم واحد عشرة إلى الآن حادثتين فقط هي اللي ممكن أن يثار تساول عليها اللي هي حادثة الوثبة والحادثة الثانية هي قضية الرمانة وطبعا أكون شهود عيان يقولون أنها الرمانة لم ترمى من قبل المتظاهرين وإنما هي من داخل القوات الشغل بنفسه الآن ما أقدر أسلم بهذا الأمر إلا وفق تحقيقات النفوذ غير منحاذة وتحقيقات شفافة بهالموضوع لكن نحن نخفل موضوع كبير أنه ماذا حصل للمتظاهرين من يوم واحد أكتوبر تشرين الأول إلى الآن هناك رقم رسمي من مفوضية حقوق الإنسان العراقية 540 شهيد و23 ألف جريح 7000 حالة إعاقة دائمة يعني ليست إعاقة وقتية أو غاية 165 مغيب ما حد يعرف بهم موين أصلا قضية القاء القبض التم عن طريق جهات غير معروفة وثم يطلق صراحه من جهات رسمية يعني هذا ما الذي يحصل لحد الآن لم يمسك شخص واحد متهم بقضية قتل طيب إحنا متوجهين وين أين هذه الأسئلة طيب إحنا أكو معلومات تقول بأنه المتظاهرين أكو عندهم توجه بأنه يطلبون من الأمم المتحدة أنها تتدخل لحماية التظاهرات وتصير حماية دولية هل من حق المتظاهرين أن يتوجهون إلى مثل هذه الحماية وهذه الحماية إش قد حتحمي المتظاهر أصلا نفسه يعني لأن أكو نوع من الخدلان صار من بلاس خارط للمتظاهرين نوع من الخدلان والبطوء من الأمم المتحدة تجاه المتظاهرين حماية دولية هاي شون راح تتطبق بالعراق لا تعتقد شوية يعني الكلمة خيالية كأنها يعني هيش بس فقط بيها إطار ودير يدون يحطوها بإطار للقضية ويمشوها علينا لا هي أستاذ أحمد القضية التظاهرات هي دولة يعني ما بقت ضمن إطارها اللوكالي أو المحلي يعني الموجود هي دولة الآن صوت المتظاهرين وصل المجتمع الدولي والمجتمع الدولي عندما يعرف ما الذي يحصل فهذا ممكن أن يكون يوفر فد نوع من الحماية إلى المتظاهرين سنعرف كليزيا أن الإعلام كان سيء مع المتظاهرين كذلك تدخل الأجنبي كان بطيء منذ البداية لكن أعتقد الآن هي الأمور توضحت بشكل أو آخر للمجتمع الدولي يعني هو مدى ينظر إلى قضية التظاهرات أنه هي قضية محلية يعني يجب نحن مثل ما قلت من البداية هذا بلد ديمقراطي المفروض وانتخابات وفي العملية السياسية المفروض تسير بشفافية ما الذي حصل ما الذي حول هذا الموضوع كذلك في موضوع الإداني من قبل هذه 16 دولة ذكر نقطة كل شي مهمة وهي قضية القوات المسلحة الغير رسمية أو الفصائل المسلحة هذا موضوع مهم يعني هذا احنا المادة التاسعة من الدستور ثانيا تمنع تكوين الميليشيات المسلحة داخل العراق إلى متى هذا الملف يعني حيستمر وحيكون يعني مستمر في أجل طمع المتظاهرين أولاها لكن استاذ صلاح يعني خلينا نكون واقعين أكو بعض الأطراف والكثير منها اللي هم يسموهم الميليشيات هي فصائل مسلحة حتى وإن كانت خارج إطار الدولة دائما ما أكدت دعمها للمتظاهرين وإن هي واقفة للمتظاهرين ترى لحد الآن إحنا ما نقدر نجزم الآن إنه هذول نفسهم هذول الميليشيات والحد الآن الكل مع التظاهرات يا سيدي الكريم أستاذ أحمد حذكر لك شيء أولا أنه إذا يحاولون يعني يبرزون في وسائلهم الإعلامية سواء الرقمية أو المرئية أنه هناك الصراع ما بين المتظاهرين وحجر الشعب ويمكن أنا أفاجأك بمعلومة أنه يعني بحدود 25 من الشهداء اللي كانوا بالتظاهر هم منتسبين بالحجر الشعبي لذلك ممكن أن يكون هناك صراع أو كونفلكت ما بين المتظاهرين وحجر الشعب الموضوع الثاني قضية الميليشيات المسألة لحد نذكرها هذه هي بشكل أو آخر مرتبطة الفصائل العراقية ما لها علاقة بالعكس هم متعاطفين مع المتظاهرين بشكل كبير ويساندونها ويمكن أضربك مثال أنه المرجعية بالنجف من خلال تمثيل السيد علي السستاني الله يحفظه ديرسل مواد كبيرة إلى المتظاهرين بنفس الوقت الخطب الخطب الجمعة ده تدعو إلى عدم أذية أحبته المتظاهرين هؤلاء الفصائل دين تكلم عليه هي مرتبطة بشكل أو آخر مع دولة إقليمية وهذه الدولة الإقليمية ده تحاول تورطنا في صراع الموجود الآن ما بين أمريكا وإيران يعني هناك مثال آخر يعني دولة إقليمية غير إيران وغير أمريكا لا أعرف لو هي نفس الفصائل لا إيران أنا أتكلم لك بكله لا إيران أتكلم لك بكله إيران كذلك يعني التظاهرات صار عليها فدفوكس من خلال المجتمع الدولي هو أثناء مقامة الفصائل المسلحة بمهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد هذا الموضوع خلّ أن الأنظار تتجه إلى المظاهرات هل هذه التظاهرات التي خرجت أمام السفارة الأمريكية هي نفسها التي ظهرت في ساحة التحرير؟ طبعا هم حاولوا محاولات عدة أن يمسجوها يعني الفصائل اللي قامت حاولوا يمسجون ما بين تظاهرات ساحة تحرير مع التظاهرات اللي كانت أمام السفارة الأمريكية في وقت أن الفكرتين مختلفة نهائيا يعني الفكرة الأولى في ساحة تحرير تدعو إلى محاربة الفساد وإقامة انتخابات وحفظ السيادة من أي دولة كانت بينما حصلت أمام السفارة كان لها مطلب أن السيادة وكأنه مرتبطة فقط بالولايات المتحدة هذا غلط حتى نركز على الشغلة أكثر اليوم الإدانة جتي بسبب أنه ما صار عملية ألقاء قبض على أحد الأطراف اللي تعتدي على المتظاهرين ما تحاسبوا هذه التقارير وين تتروح عفوا اللي يحكي بها السيد عادل عبد المهدي بين فترة وأخرى يعني وين توصل هذه التحقيقات برأيك يعني مثلاً يحققون ويا الناس اللي يتسببون بها يحققون ويا الأطراف اللي تتهدد التظاهرات هنا وهناك يتعرفون على السيارات اللي تتحرك من مدينة إلى أخرى هاي التحقيقات يعني أكثر من اتصال الآن أمريكي من بومبيو أو غيرها للسيد عادل عبد المهدي التحقيقات بس كلمة تنطرح وخلصوا مع السلامة هاي تعتقد ممكن هذا الملف ممكن يبين أكثر مع ظهور رئيس وزراء جديد للحكومة العراقية أكيد حيكون مضغوط لككشف عن هذه الملفات هو المشكلة وين يعني أستاذ أحمد هو المشكلة في أساس المشكلة أساس المشكلة هو السيد عادل عبد المهدي عندما طالبه المتظاهرين أنه يخرج من رئاسة الوزراء وكذلك المرجع عندما طالبت بخروجه من رئيس الوزراء هو تمسك بالمنصب استقال شكليا ويعني هو الآن حكومة تصريف أعمال لكنه يتخذ قرارات مصيرية منها اتفاقية مع الصين منها قضية قانون التقاعد أو غيرها هواية مسائل هو الآن دي يصرف تمسكه بالكورسية بهذا الشكل دي يؤدي بالأزمة إلى شكل كبير كذلك مدى يساعد هو هذا الشخص في إيجاد شخصية رئيس وزراء بديلة يعني احنا دي يحاول أنه يماطل بالوقت من أجل الاستمرار بأكثر وقت ممكن لأجل قضاء على التظاهرات هذا ممكن يعني دي تأزم الموضوع بعد أكثر كذلك الكتلة السياسية دي نتكلم عليها المسيطرة على المشهد مثل الكتلة الأكبر أو غيرها مدى تقدم الشخصية التي تناسب المتظاهرين أو تناسب الشعب العراقي كله هل من المعقول أنتم ككتلة بناء أو كتلة الإصلاح أو غيرها لا يوجد شخصية ترضي المتظاهرين؟ هذا أمن يدعو التساعد تأزم مستمر واضح واضح إذن أخشى أن الوقت قد أدركنا كان معنا من بغداد عضو الحركة الوطنية المدنية الأستاذ صلاح الجراح شكرا جزيلا على حضورك اليوم أنا أسألنا شكرا جزيلا إذن مشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة